اشتركوا في القناة الاخوية المتينة بين مصر والاردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف العصائضة ومعربا سيادته عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي او في اطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق لسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري كما ثمن سيادته الجهود التي تبدلها الحكومة الاردنية في اطار رعاية الجالية المصرية الموجودة في الاردن حيث استحب سيادته ضيف مصر الكريم الى قصر الاتحادية حيث اقيمت لجلالته مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين وسط اعراض حرس الشرف واضف المتحدث ان ضيف مصر الكريم اعرب عن التقدير العميق الذي تكنه الاردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق مؤكدا حرص الاردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك وعقب انتهاء الزيارة حرس السيد الرئيس على توديع جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية مغادرا بسلامة الله من مطار القاهرة